لمزيد من التعليق والتحليل حول هذا الموضوع وحول المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري وجوتاريش ينضم لينا عبر الهاتف مباشرة الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية دكتور السيد بعد التحية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري دكتور صبري أهلا بك ضيفا كريما يبدو أننا فقدنا الاتصال لكن سنعاود به الاتصال لاحقا في هذا الإطار مشاهدين الكرام كان هناك تحدي في هذه الجلسة والتي عقدت اليوم تحت عنوان وضع الحلول شارك فيها وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية وشارك فيها أيضا فرانزي تامنز نائب رئيس المفوضية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي والخاص للمناخ وإنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة هذا الشعار مشاهدين الكرام وهو المتعلق بشعار يوم الحلول معا إلى التنفيذ سقطه الأمم المتحدة من أجل مشاركة الجميع كافة القادة والرؤساء من أجل الوقوف عند هذه التحديات شارك فيها وزير الخارجية رئيس المؤتمر سامح شكري في هذا الاجتماع حول غاز الميثان والمنعقد أيضا في إطار فعليات هذا اليوم وهو يوم الحلول آخر أيام الموضوعية لمؤتمر المناخ والمنعقد في شرم الشيخ في هذا الإطار مشاهدين الكرام أوضح سامح شكري وزير الخارجية خلال كلمته أن غاز الميثان يمثل أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ هذا ما يجعل من معالجة انبعاثات الميثان مسألة ضرورية للحد من معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند واحد ونصف درجة حسب ما نص عليه اتفاق باريس لتغير المناخ ترجمة نانسي قنقر